طبعا على حدث هو الأعظم على الإطلاق كلنا فرحنا مبارح كمصريين بفتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع تطوير العشوائيات من طبعا نطاق المتتالي لهذا الملف في الأصمرات الثلاثة وإنتوا عارفين أننا دايما معاكم في أحلام مواطن أول إطلالة لنا معاكم على الهوى مش بنشتغل زي ما تشافين معايا الصورة طبعا سيادة الرئيس مبارح وجولته أنه إحنا برنامج إغباري ولكن العناوين اللي دايما بتحقق حلم المواطن المواطن اللي في يوم الأيام كان عايش سنين طويلة في عشوائيات ومهمش وتصور أن الدولة مش تحس به علشان كده كان مهم جدا أننا أبرز العناوين اللي قالها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبارح في جولته وأثناء افتتاحه لكل الناس كنت حابب أننا هعد معاكم على عناوين عريضة فقط أؤكد بيها حجم اهتمام الدولة المصرية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تطوير العشوائيات وخدوا بالكم بين قصين كبار كده الملف ده يعني ايه جحت فقط اللي ينكر أنه قاعد سنين طويلة جدا على مر العصور بقى من غير أسماء سمعنا فيه كلام كتير ولكن على الأرض تم التنفيذ فيه امتى منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد أعتقد شفنا كلنا وخدوا بالكم وأنا بكلمك أنا كنت في جوالات مهدانية بالبرنامج ده أحلام مواطن في فترة من الفترات في أحد الفضائيات في تل العقارب ودلوقتي يشوفوا شكلها بقى عامل ازاي ولكن خلينا أقول لكم العناوين المهمة اللي أأكد بيها ازاي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيبرز وبيأكد لكل المصريين العمل الجاد بجدية بشكل كان غير مقبول بعد ما عينك قاعدة سنين خد بالك من الكلام ده عينك قاعدة سنين تتفرغ على مشهد أبسط ما يوصف به إنه هو مش لطيف أو مقزس اللي هو ايه مشهد العشوائيات اللي كنت دائما بنشوفها في التصوير بقى ونشوف اللي هيشاش ونشوف البيوت شكلها كان عامل ازاي وشوف دلوقتي بيبقى شكل البيوت والإنشاءات في هذه العشوائيات شكله عامل ازاي التطوير ليس فقط تطوير عشوائياته ولكن تطوير فكر وبعدين لما انت تكون بتطور وبتشتغل جنبه تنمية في ظروب صعبة جدا كل ملفات الدولة المصرية شغالين عليها تنمية سينة مصر حمليات بتحارب إرهاب تطوير العشوائيات قبلها 100 مليون صحة وقبلها كلام في الغاز واكتشافاته ومشاريع مهمة جدا في كل القطاعات يبقى لازم نحن كده بنتكلم إحقاقا للحق الشيء الإيجابي لازم نقول عليه تحيي التأدير واحترام أبرز الكلمات اللي قالها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبارح لا تنسوا شكل العشوائيات ولا تسمحوا بتكرارها وده اللي أنا كنت بقول لكم عليه شوف عينك كانت متعودة على شكل عامل ايه ودلوقتي المنظر وانتو بتشوفه مبارح مع سيادة الرئيس المشهد اللي انتو شايفينه معاكم على الشاشة دلوقتي حد كان يتوقع ان انت تقدر تشوف المشهد ده في تطوير للعشوائيات مش في مدن بقى جديدة بتم إنشاءها بديزاين معين لا ده ناس كتعايشة في واقع اتنقلت لواقع تاني خالص بالشكل الإجابي اللي انتو شايفينه كمان كان سيادة الرئيس من دمني كلماته مبارح بيقول هنعمل ليكم احلى بلد في الدنيا بس ادينا مع بعضينا وده الرسالة اللي دايما بتأكد بيها الدولة المصرية ان كل شيء بيتم على الارض بتكاتف كل المصريين وليس فقط المسؤولين في الدولة المصرية وهي دي دايما القيمة اللي احنا عايزين نأكد عليها جماعة كل المصريين على قلب رجل واحد هيبقى المشهد زي ما انتو بتشوفه كده في احد الملفات كمان من دمن الكلام اللي قاله سيادة الرئيس امبارح ان الشواء اللي بنتديها للمواطنين تكلفتها 600 الف جنيه يعني بلغة الاركام لو انا جاي اقول لك ان الشقة اللي انت بتاخدها دي في تطوير العشوائيات زي ما انتو شايفين معايا او في الاصمرات تكلفتها 600 الف جنيه لك ان تقيس بقى الرقم ده في العدد اللي بتشوف ده كله يبقى الدولة المصرية بلغة الاركام خد بالك بلغة الاركام بتمنحك ايه علشان في ناس كتير من وقت للتاني حابة تشوف الجزء السلبي او تشوف الجزء اللي انت ما تبرس فيه المجهود والمبلغ الطائلة اللي بتم صرفها من قبل الدولة على كل قطعات وده جزء منهم زي ما اتفقنا العشوائيات فلازم تبقى انت تعرف كمان اللي انت بتشوفه ده تكلفة اللي واحدة فيه كانت 600 الف جنيه زي ما قال سيادة الرئيس مش هاقصف كتير في الموضوع ده لكن الجزء الايجابي دايما في احلام مواطن ان احنا بندي الناس امل والامل بيقول طالما ده فكر وفيه تطوير وجنبه تنمية وفيه ملفات كتير شغالين عليها يبقى ان شاء الله كلنا نتفائل ونتأكد ان الدولة المصرية واخد بالكو يا جماعة قبل ما انقل بقى الموضوع التاني انا شغالة في التطوير ده كدولة مصرية وفي التنمية وانا لسه مش وقف على رجل 100% عندي ملفات كتير جدا عندي اصراعات كتير جدا تخيل انت لو ما كان القيادة السياسية عندك امور كتير جدا بتمر بيها وفي المقابل تطلع الصورة دي وانت بتقيم ما بتحتاجش مجهود ان انت تصدق قلبك وعينك ونفسك بس يخليك محايد وانت بتقول الدولة بتعمل ايه وفي ظروف عاملة ازاي ده كان الموضوع الاول اللي حاجة بكلمكم فيه النهاردة قبل ما نبدأ نشوف مواضعنا على مدار حلقائي